بينما العالم بيتابع جلسات محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات في الأراضي الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية مصر بتشارك بالرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة لأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية ايه القصة؟ القصة انه سنة 22 في اواخر 22 وهذه المرافعة الاستشارية لا علاقة لها بما قدمته جنوب افريقيا من ادعاء ضد اسرائيل بعد العدوان على غزة هذا امر اخر يعود لسنة 22 حيث في اواخر عام 22 اصدرت الجماعة العامة للامم المتحدة طلبا الى محكمة العدل الدولية باصدار فتوى بشأن الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية وهي الفتوى التي قالت مصر انها تطالب ان تشارك فيها وتقدم فيها الرأي الاستشاري مشفوعا بانهاء الاحتلال حنتقع انه مصر غدا تتقدم بهذه المرافعة الوفد المصري يتكون من السفير حاتم كمال الدين السفير المصري في هولندا والمستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية واعضاء من سفارة مصر في لاهاي حيقدموا المرافعة المصرية المطلوبة كمرافعة استشارية لما طلبته الامم المتحدة من محكمة العدل الدولية وده يعني مجال آخر تحاول في مصر ان تثبت في الحق الفلسطيني في المؤسسات الدولية